ألقت كوادر البحث الجنائي القبضة على أشخاص مطلوبين ومشبوهين خلال مداهمات أمنية نفذتها بأوقات وأماكن مختلفة وفي التفاصيل أوضح المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام أن فريق مداهمة متخصصا في إدارة البحث الجنائي وشعبة بحث جناء البادية نفذ مداهمة لمنزل في إحدى مناطق البادية الوسطى يعود إلى شخص مشبوه ومطلوب بـ 68 أسبقية جرمية كقضايا الاحتيال والسلب المسلح وكان متواريا عن الأنظار لمدة عشر سنوات ويضاف إلى هذه القضايا 19 طلبا لجهات أمنية وقضائية بسرقات المنازل والمركبات والسلب المسلح والاحتيال بالذهب المقلد والدولر المزيف كما تمكن العاملون في شعبة بحث جناء العاصمة من مداهمة أحد المنازل في محافظة مأدبة يؤوي أشخاص مشبوهين ومطلوبين حيث تم القبض على ثلاثة أشخاص من ضمنهم مطلوب رئيسي بقضايا سرقات مركبات ومحتوياتها وبحقه 62 أسبقية جرمية وهو مطلوب بستة طلبات لجهات أمنية وقضائية وما زال التحقيق جاريا معه أما في محافظة البلقاء فقد تمكن العاملون في قسم البحث الجنائي من القبض على شخص مطلوب بخمسة وثلاثين طلبا مختلفا لجهات أمنية وقضائية بعد أن تم عمل كمين له إسرى جمع المعلومات حول تحركاته اشتركوا في القناة